إن ليفاندروسكي بيلعب في منتخب بولندا فلو بيلعب في منتخب السكويرل مع البرتغال أو السكويرل مع الأرجنتين أو بلجيكا أو بلجيكا أو إيطاليا مؤخرا هنلاقي إن المنافسة ممكن تكون عشان الألقاب مع منتخب بلاده أكتر لكن يحسب له ثلاث أهداف في يورو 2020 وما تأهلش لدور الـ 16 ومع ذلك الرجل بينحط في الصخر الحقيقة صحيح ولو مفس بيها بيه ممكن يعني صحيح بجد فيه لعيبة كده حقبة ميسي ورونالدو تظلموا كتير يعني إنيستا فرانك ريبري ويسلي شنايدر في 2010 واخد السلاثية وعمل كل حاجة ومع منتخب هولندا قدر يترشح لإنهائي كسعالمه لأنه ما بياخدش البطار صحيح طيب نروح نرجع مرة ثانية للشامبيونز ديج أعرف رأيكم الأول أقوى من واجهة النهاردة ولو من واجهة المنتظرة من واجهة نادر ومن واجهة فاروق أكيد سيتي وبي اس جي يعني بريزان جلمان ومنشستر سيتي ماتش قوي جدا الاتنين دامنوا طبعا التأول بس ماتش مين في الصدارة؟ مين يعني كل فليل يبحث على الصدارة؟ أه بالظبط الاتنين بس أنا شخصيا شايف أن الماتش ده جورديولا مش هيفوته زي اللي حصل في الماتش اللي فات هيرجع إن شاء الله ويكسب الماتش ده عشان أنا أعايز بيب جورديولا اللي يكسب بصراحة ترجمة نانسي قنقر